في هذا الفيديو أصدقائي وكما جاء من خلال العنوان جئنا لنشك معكم هذا البرنامج لتسجيل شاشة الحاسوب الخاص بكم البرنامج تابع لشركة إيشباو الغنية عن كل التعريف ويدعى باسم سكرين ريكوردر أو تسجيل الحاسوب أو أنغجيست خي دي كون البرنامج متوفع على الويندوز وكذلك على الماك وكالعادة أصدقائي السريال الخاص به سأتيحه لثلاثة أشخاص سيقومون بمناسبة على الإيميل الخاص به الذي سيكون في وصف هذا الفيديو قم بمناسبة لكي لا تريد سريال لهذا البرنامج بشكل مجاني أول ثلاثة أشخاص سأعطيهم السريال إن شاء الله بشكل مجاني البرنامج تابع لشركة إيشباو شركة إيشباو تم شركة عادلة من البرامج التي في الغالب لها علاقة بالفيديوات تعديل الفيديوات وأمور أخرى كما تلاحظون هنا لدينا الأصناف وأمور أخرى إذن في هذه الحلقة سنقوم بشريح نحن هذا البرنامج أول شيء تقوم به هو تحميل البرنامج داخل حاسوبكم البرنامج طبعا هو مدفوع لكن يمكنك استخدامه بجانب المجاني لكن اللوغو سيظهر الخاص به إيشباو لدينا هنا الأتمنة فهي مناسبة طبعا الميورفونت أول أفضل مبيعا بـ 14.90€ للشهر الواحد سنة بـ 29.99$ ثم لسانس آفي أو لسانس لايفتايم بـ 49.99$ ثم هنا نجد مميزات كل عرض كما تلاحظون يمكنك الدفع عن طريق بايبال، ماستركارد، فيزا، ديكوبري إلى آخره في كل أمن هنا نجد بعض البرنامج الأخرى أو الأسئلة الأكثر شائعة التي يمكنك تصفحها الوجهة المعرفة للبرنامج داخل الموقع الرسمي الخاص به كما تلاحظون عن طريق هذا البرنامج يمكنك عمل زوم داخل الريكورد هناك بعض تعديلات الأزاسية التي يمكنك عملها عن طريق استخدام هذا البرنامج هذا البرنامج لا يشبه لا توجد أي تعديلات بالمقارنة مع هذا البرنامج الذي يساعدك على زوم وأمور أخرى هناك بعض الأشياء التي يتميز بها البرنامج كذلك يمكنك عن طريق هذا البرنامج تسجيل عن طريق الويب كام في حتما كنت تسجيل هاتهما بيكترين بيكترين كما تلاحظون هناك الزيطاب التي يمكنك تتباعها لإستخدام البرنامج وأمور أخرى أرى الناس حول البرنامج كما تلاحظون هنا أصدقائي في الأول الواجب عليك تحميل البرنامج على حاسوبكم عن طريق الضغط على free download أو SD got to you من هنا ثم بعد ذلك سيفدأ بالتسجيل معكم البرنامج به تقريبا 92 ميجا أنا قد حملته سابقا إذن الآن سنشرع بشرحه بعد هذا الفاصل القسع ابقوا معنا وهنا نحن أصدقائي عدنا لكم مجدد فالبرنامج هو صغير كما تلاحظون هذا هو البرنامج من هنا يمكنك عمل إستخدام البرنامج من هنا يمكنك عمل إستخدام البرنامج أي في حتما كنت تتبقائي ويبقام في حاسوبك ثم هنا إيماج دون إيماج سأستكشفها معا بحول الله على ما أظن أنك تعمل على حسب القيسة التي تجريدها المهم هنا يمكنك تغيير اللغة الخاصة بالبرنامج هناك ذلك عربية فرنسية إنجليزية ألمانيا إسبانيا لبرتغاليا إلى آخر هنا اكتيفيك في حتما أردت إدخال حسابك لذلك إن شاء الله هذه الحسابة سأتيحه لأول تلسية أشخاص سيقومون بمورسلات مجانا هنا نجد الكومنتر ثم أفضل الجوغنال كما تلاحظون الميزاجور ثم أفضل المهم هنا بارامتر هنا يمكنك تشاهد فيديو ثم إيماج هذه هي أصوار التي قد أخذتها قبل قليل هنا يمكنك تفعيل جنرال أكسلغات الماتريال يمكنك تفعيلها من هنا يمكنك تضيما جمع الرزوليسيون كما تلاحظون التي تريدها على المثال ألف وتعملون في ألف وتعملون أو تعملها أوريجنال هنا الف كما تلاحظون أختار اللون الخاص بال الف سأضعها نون على هذا الشكل هنا أفضل أفضل تلسية تلسية هذا هنا يمكنك تفعيل 30 من هنا يمكنك تفعيل الويبكام يعني على المثال إذا كنت تتجيل الويبكام الخاص بك تقوم بإختيار الويبكام من هنا أنا لا أمتلك ويبكام في حاسوب لذلك لا تظهر بالنسبة للميكروفون عندما تقوم بإختيار الميكروفون أنا حاليا نرابط الميكروفون مع الحاسوب وهو الميكروفون يظهر هنا فهنا الميكروفون هنا يوجد بارلور أو أين يسمع الصوت هذا سماعات هذا هذا الصوت الخاص بشاشة الحاسوب هنا كما تلاحظون سنبدأ الآن بأعمل تقوم بإختيار الميكروفون كما تلاحظون عندما سنضغط لا أفهم ما هو هذا المهم بإختيار الميكروفون بإختيار الميكروفون يمكنك أعمل من هنا من الزر الأحمر الموجود هنا عندما تضغط عليه سيبدأ بعد ذلك أتسجيل معك أنا الآن أسجل بكامتازيا في نفس الوقت أسجل بهذا البرنامج عن طريق هذا البرنامج يأخذ سكرينات في نفس الوقت كذلك هنا لدينا PIP يمكن أن يظهر اللوغو الخاص بالشركة كما تلاحظون النتيجة النهائية سأشاركها معكم بعد قليل هنا في AirPay يظهر من خلالها اللوغو سأقوم بحذفها من هنا لازلت تظهر هنا هنا التوقيت هنا التوقيت 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 لحد الآن يتم تسجيل الآن فقط عندما تظهر لك هذه الخطوط يعني هذه الخطوط يتم تسجيلها الآن من هنا إلى هنا كما تلاحظون إذن الآن سنقوم بعمل Pause أو Finish ثم بعدها سنقوم بالتعديل عليه كما تلاحظون أصدقائي هذا هو الريكورد سنقوم الآن بحذفه من هنا سنقوم بعمل هكذا ثم هذا هو الريكورد أصدقائي هذا هو الريكورد الذي عملته معكم قبل قليل لازلت أنا الآن أسجل وفي نفس الوقت سنقوم بعمل الريكورد كما تلاحظون هنا أصدقائي هذا الريكورد يمكن تعليل أردت تقطيع الفيديو بين البداية والنهاية أردت تقطيع الفيديو ديماري سنبدأ من الثانية الصفر Finish أو Finish إلى أين تريد انهاء الفيديو أريد انهاءه في 42 ثانية على ما أظن نعم سنقوم بـ 42 ثانية سأقوم بوضعه من هنا في الأصل مدة الفيديو سبعة وخمسون ثانية إذن الآن سنقوم بـ 42 ثانية سأقوم بـ Entry بهذا تم تقطيع الفيديو لحد الآن لـ 42 ثانية كما تلاحظون سنبدأ بعمل Play من الأول يمكن عملها من هنا كما تلاحظون في نفس الوقت كما سمعتم أنه تم سجيل الصوت مع الريكورد سأقوم بـ Play وتسمعون سيبدأ بعد ذلك أتسجيل معك كما تلاحظون عندما كنت أسجيل معكم قبل قليل كان الصوت يسمع سأقوم بعمل دوسير دوسير الموجود فيه الريكورد كما تلاحظون هنا في حالة لا تريد أن أقوم بعمل export سنقوم بعمل فينش على هذا الشكل ثم سأقوم بعمل Enregistrer ننتظر قليلا ننتظر بعد ذلك سأقوم بأفشاج لكي نقوم بإظهار هذا هو عندما تضغط عليه سيبدأ الفيديو إن كنتم تتذكرون معي أن الفيديو كانت مدته 42 جانية ويعني عندما قمت بتقطيعي وهذا هو الفيديو الذي قد قمت بتسجيله عن طريق ذلك البرنامج أصدقائي كان هذا كل ما يجد في هذا الفيديو أتمنى أنه قد نال إعجابكم رابط البرنامج مرفق في وصف هذا الفيديو إلى اللقاء